خرجت مسيرات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية استجابة لدعوة وجهت الفصائل الفلسطينية تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأخصى وفادت مرسلتنا أن إضرابا عاما شل الحركة التجارية في الضفة بين منتصف النهار والثانية بعد الظهر وفي رمالة شارك المئات تتقدمهم قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية شاركوا في مسيرة انطلقت من وسط المدينة باتجاه حاجز من سوطنة بيت إيل حيث اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوة عسكرية من جاش الاحتلال وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظهرين للإطلاع على التفاصيل معنا مباشرة من رمالة مرسلتنا يرى العملاء يرى كيف هو الحال في الضفة الغربية الآن نعم خالد كما ذكرت مسيرات حاشدة خرجت اليوم في مدن مختلفة من الضفة الغربية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية نصرة للمسجد الأقصى والأسراء الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال مع فرض إضراب جزء لمدة ساعتين على المحال التجارية والمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية المسيرة المركزية خرجت من مدينة رامالة وبالتحديد من ميدان الشهيد ياسر عرفات وجابت مدينة رامالة أو شوارع المدينة وصولا إلى الحاجز العسكري أو ما يعرف بالدي سي او بالقرب من مستوطنة بيت إيل الجاتمة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة رامالة ولكن ما أن وصل المتظاهرون إلى المنطقة حتى أمطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين بوابل من الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاطي ما أدى إلى سقوط عشرات الشبان أو إصابتهم بحالات الإغماء وهناك أيضا إصابة شاب بالرصاص الحي وإصابة شبان بالرصاص المطاطي أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت هذه المرة سيارة رش المياه العادمة ضد المتظاهرين ما أدى إلى تفريق المظاهرة على الفور اللافت في هذه المظاهرة أنها كانت موحدة كل الفصائل كانت مشاركة في هذه المظاهرة ولم يرفع سوى العلم الفلسطيني ولكن كما ذكرت فرقتها قوات الجيش الإسرائيلي على الفور أيضا علمت قبل قليل بأن شاب أصيب بالرصاص الحي ولكن ما أن حمله الإسعاف الفلسطيني حتى اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي ونقلته إلى جهة غير معلومة مدن الضفة أيضا كما الحال في مدينة رامولة مدينة جينين ونابلس ومدينة بيت لحم والخليل جنوب الضفة انطلقت في مسيرات حاشدة دعت إليها القوى الوطنية والفصائل نصرة أيضا للمسجد الأقصى وللأسراء الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال أيضا تعرضوا الشبان للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي هذه المسيرات كما ذكرت خالد خارجت للدفاع عن الفلسطينيين في القدس وما يتعرضون له بشكل يومي ومنذ أسابيع من اعتداءات على يد جيش الاحتلال شكرا ليرالعملاء كنت معنا من رمضة